السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف التاسع مع الجزء الثاني من درس كتابة البراهين سوف نتعلم أعزائي الطلاب في هذا الفيديو نظرية الزوايا المتكاملة المتطابقة نظرية الزوايا المتتامة المتطابقة وأيضا كتابة فقرة برهانية لنظرية الزوايا المتكاملة المتطابقة وفي البداية أعزائي الطلاب دعونا نتذكر ما درسناه في الجزء السابق لقد درسنا في الجزء السابق نظرية الزوايا المتقابلة بالرأس وعرفنا أن الزوايا المتقابلة بالرأس متطابقة فإذا كان لدينا الزوايا المبينة أعزائي الطلاب فإن زاوية 1 تطابق زاوية 2 وأيضا زاوية 3 تطابق زاوية 4 والآن نبدأ درسنا أعزائي الطلاب هيا بنا لنتعرف على نظرية الزوايا المتكاملة المتطابقة وهي النظرية الثانية في الوحدة الثالثة إذا كانت زاويتان متكاملتين مع زاويتين متطابقتين أو مع نفس الزاوية فإن هاتين الزاويتين متطابقتان مرة أخرى أعزائي الطلاب إذا كانت زاويتان متكاملتين مع زاويتين متطابقتين أو مع نفس الزاوية فإن هاتين الزاويتين متطابقتان تذكر أعزائي الطالب أن الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسيهما 180 ديجريز الآن هيا بنا لنفهم النظرية إذا كان لدينا أربعة زاوية أعزائي الطلاب بحيث كان زاوية تو تطابق زاوية فور إذا كانت زاوية وان وزاوية تو متكاملتين أي أن مجموع قياسيهما 180 ديجريز وكانت زاوية ثري وزاوية فور أيضا متكاملتين أي أن مجموع قياسيهما أيضا 180 ديجريز فإنه بكل سهولة نقول أن قياس زاوية وان يساوي قياس زاوية ثري أي أن زاوية وان تطابق زاوية ثري إذن إذا كانت زاويتان متكاملتين مع زاويتين متطابقتين فإن هاتين الزاويتين متطابقتان زاوية وان وزاوية تو متكاملتان زاوية ثري وزاوية فور متكاملتان حيث أن زاوية تو وزاوية فور متطابقتان فإنه يكون أيضا أن زاوية وان وزاوية ثري متطابقتان أما إذا كان لدينا ثلاث زوايا أعزائي الطلاب فإننا نقول إذا كانت زاوية وان وزاوية تو متكاملتين أي أن مجموع قياسيهما 180 ديجريز وكانت أيضا زاوية ثري وزاوية تو متكاملتين أي أن مجموع قياسيهما 180 ديجريز أيضا فإن قياس زاوية وان يساوي قياس زاوية ثري أي أن زاوية وان تطابق زاوية ثري أعزائي الطلاب هنا أعزائي الطلاب لدينا زاوية واحدة ولدينا زاويتان أخريتان هاتان الزاويتان متكاملتين مع تلك الزاوية إذن تكون هاتين الزاويتين متطابقتين أيضا يمكنك أعزي الطالب ملاحظة ذلك أيضا من خلال خاصية التعدي للمساواة حيث أن مجموع كل زاويتين هو 180 ديجريز فإن major of angle 1 plus major of angle 2 equals major of angle 3 plus major of angle 2 بطرح major of angle 2 من الطرفين أعزائي الطلاب فإن major of angle 1 equals major of angle 3 ومن ثم نقول أن زاوية وان تطابق زاوية ثري بعد أن تعرفنا أعزائي الطلاب على نظرية الزاوية المتكاملة المتطابقة هيا بنا نتعرف على نظرية الزوايا المتتامة المتطابقة وهي النظرية الثالثة في الوحيد الثالثة أيضا عزيزي الطلاب إذا كانت زاويتان متتامتين مع زاويتين متطابقتين أو مع نفس الزاوية فإن هاتين الزاويتين متطابقتان تذكر عزيزي الطالب أن الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قياسيهما 90 ديجريز الآن هيا بنا لنفهم النظرية أعزيزي الطلاب إذا كان لدينا أربعة زوايا بحيث كان لدينا زاويتين متطابقتين منهما وهما زاوية 2 وزاوية 4 إذا كانت زاوية 1 وزاوية 2 متتامتان أي أن مجموع قياسيهما 90 ديجريز وكانت زاوية 3 وزاوية 4 أيضا متتامتان أي أن مجموع قياسيهما 90 ديجريز فإن قياس زاوية 1 يساوي قياس زاوية 3 أي أن زاوية 1 تطابق زاوية 3 أما إذا كان لدينا ثلاث زوايا أعزائي الطلاب بحيث كان زاوية 1 وزاوية 2 متتامتان أي أن مجموع قياسيهما 90 ديجريز وكانت أيضا زاوية 3 وزاوية 2 متتامتان أي أن مجموع قياسيهما يساوي 90 ديجريز فإننا نقول أن Major of Angle 1 equals Major of Angle 3 ومن ثم نقول أن زاوية 1 تطابق زاوية 3 إذن أعزائي الطلاب إذا كان لدينا زاويتان متتامتان مع زاويتين متطابقتين فإن هاتين الزاويتين تكونان متطابقتان أو إذا كان لدينا زاويتان متتامتين مع زاوية واحدة فإن هاتين الزاويتين أيضا متطابقتان يمكنك أعزي الطالب استنتاج ذلك أيضا من خلال خاصية التعدي للمساواة والآن أعزائي الطلاب كيف يمكننا كتابة فقرة برهانية لنظرية الزوايا المتكاملة المتطابقة تابعوا معي المثال الثالث من الكتاب صفحة 121 اكتب فقرة برهانية لنظرية الزوايا المتكاملة المتطابقة الحل المعطيات أعزائي الطلاب هنا هي أن زاوية ون وزاوية تو زاويتان متكاملتان وأيضا زاوية تو وزاوية ثري زاويتان متكاملتان المطلوب أعزائي الطلاب إثبات أن زاوية ون تطابق زاوية ثري البرهان لقد سبق لنا أعزائي الطلاب كتابة البرهان بطريقة جدول من عمودين وفي هذا المثال سنستخدم طريقة أخرى للبرهان أعزائي الطلاب وهي الفقرة البرهانية الفقرة البرهانية أعزائي الطلاب هي طريقة أخرى لكتابة البرهان حيث يتم الربط بين العبارات وأسبابها بجمل تابعوا معي وفق تعريف الزاوية المتكاملة فإن Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals 180 degrees لاحظ ذلك وأيضا Major of Angle 3 plus Major of Angle 2 equals 180 degrees يمكنك ملاحظة ذلك أيضا عيز الطالب الآن بما أن مجموع كل زاويتين يساوي 180 degrees فإن Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals Major of Angle 3 plus Major of Angle 2 اطرح Major of Angle 2 من الطرفين عيز الطالب فتحصل على Major of Angle 1 equals Major of Angle 3 وفق تعريف الزاوية المتطابقة فإن زاوية 1 تطابق زاوية 3 وهو المطلوب إثباته الآن دورك عيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال 3 من الكتاب صفحة 121 أكتب فقرة برهانية لنظرية الزاوية المتتامة المتطابقة الحل إن المعطيات لدينا هنا عزي الطلاب أن زاوية 1 وزاوية 2 زاويتان متتامتان وأيضا زاوية 2 وزاوية 3 زاويتان متتامتان والمطلوب هو إثبات أن زاوية 1 تطابق زاوية 3 البرهان وفق تعريف الزاوية المتتامة فإن Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals 90 degrees يمكنك ملاحظة ذلك عليه الطالب وأيضا Major of Angle 3 plus Major of Angle 2 equals 90 degrees بما أن مجموع كل زاويتين أعزائي الطلاب يساوي 90 degrees فإن Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals Major of Angle 3 plus Major of Angle 2 اطرح Major of Angle 2 من الطرفين فتحصل على Major of Angle 1 equals Major of Angle 3 وفق تعريف الزاوية المتطابقة فإن زاوية 1 تطابق زاوية 3 وهذا هو المطلوب إثباته أعزائي الطلاب الآن عيزي الطالب عبر عن فهمك أوقف الفيديو وحاول أن تحل التمرين رقم 2 من الكتاب صفحة 123 حلل الخطأ يقول جمال استنادا إلى نظرية الزاوية المتكاملة المتطابقة إذا كان Major of Angle 1 plus Major of Angle 2 equals 90 degrees وكان Major of Angle 1 plus Major of Angle 3 equals 90 degrees أيضا فإن زاوية 2 تطابق زاوية 3 ما الخطأ في تبرير جمال؟ الحل تحليل الخطأ استعمل جمال أعزائي الطلاب نظرية الزاوية المتكاملة المتطابقة وبدلا عن ذلك كان يجب استعمال نظرية الزاوية المتتامة المتطابقة الآن أوقف الفيديو عيزي الطالب وحاول أن تحل التمرين رقم 13 من الكتاب صفحة 124 وضح كيف تنطبق نظرية الزاوية المتتامة المتطابقة على الشكل الأدنى الحل بما أن زاوية WZY وزاوية VZX زاويتان قائمتان ويمكنك ملاحظة ذلك عيزي الطالب بكل سهولة فإن زاوية VZW وWZX زاويتان متتامتان يمكننا ملاحظة ذلك أعزائي الطلاب بكل سهولة وأيضا زاوية XZY وزاوية WZX زاويتان متتامتان وفق نظرية الزاوية المتتامة المتطابقة عزيزي الطلاب فإن زاوية XZY وزاوية VZW زاويتان متطابقتان يمكنك ملاحظة ذلك أيضا بكل سهولة والآن عيزي الطالب هيا لتختبر نفسك التمرين رقم 25 الكتاب صفحة 125 بمعلومية أن زاوية ABC وزاوية DEF متكاملتان وأن زاوية ABC وزاوية GHG متكاملتان أيضا ماذا يمكنك أن تستنتج عن الزاوية؟ تأمل الخيارات المعروضة أمامك جيدا عايزي الطالب ثم أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال الحل لمعرفة الحل الصحيح عزيزي الطلاب يمكننا أن نتخيل هذه الزاوية لدينا ثلاثة زاوية ABC وزاوية DEF متكاملتان ملاحظ ذلك وأيضا زاوية ABC وزاوية GHG متكاملتان ماذا يمكن أن نستنتج عزيزي الطلاب؟ نعم أحسنتم يمكننا أن نستنتج أن زاوية DEF وزاوية GHG متطابقتان وذلك من خلال دراستنا لنظرية الزاوية المتكاملة المتطابقة إذن يكون الخيار الصحيح هنا عزيزي الطلاب هو الخيار A زاوية DEF تطابق زاوية GHG ويمكنك ملاحظة عزيزي الطالب أن باقي الخيارات لن تكون صحيحة إلى هنا عزيزي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من درس كتابة البراهين أرجو أن تكونوا قد استفدتم على أمن اللقاء بكم في الجزء الثالث من الدرس دمتم في رعاية الله وأمن